قال الإمام الشافعي رحمة الله عليه السفيه هو الإنسان ناقص العقل الذي يتجرع على الآخرين بالسب والشتم يتهجم بلا سبب ويطلق الكلام القبيح بسهولة فهو إنسان غير ناضج ولا مسؤول ثم أنشد هذه الأبيات سكدت عن السفيه فظن أني عيت عن الجواب وما عيت فإن كلمته فرشت عنه وإن خليته كمد يموت إذا نطق السفيه فلا تجبه فخير من إجابته السكوت والخلاصة أن السفيه قادر على ارتكاب كل شيء وأي شيء حتى القلم بيد السفيه كالخنجر بيد الطفل فإذا أردت أن تكون سفيها فعش بلا هدف بلا دين كن أرضيا ماديا كن كالذباب